تشر محافظ حجا لواء الرقر عبد الكريم السليري العمل في العيادة الصحية المتنقلة في بخيم وعلان للنازحين بمديرية حلظة شمال المحافظة وتنفذها مؤسسة طيبة وبتمويل من مركز البلك سلبان للإغاثة والعمال الإنسانية وفي حفل التجشين الذي حضره كلاء المحافظة الناصر دعقين وأحمد الجبلي ومحمد صبار والعميد علي سراج أكد المحافظ أن العيادة سوف تسهم في توفير العديد من الخدمات الطبية المجانية للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في المخيم وأشاكرا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة طيبة على اهتمامهم بالنازحين وتقديم الخدمات الصحية المختلفة من جانب أكد مدير مؤسسة طيبة عبد الرحمن الخريد أن مشروع العيادة المتنقلة يهدف إلى تقديم خدمة الرعاية الصحية التكاملية لأكثر من 130 أسرة وخدمة وعلاج الإصابات وكذلك التخلص الآمن للنفايات والمخلفات الطبية شكرا